ضمن سلسلة إجراءاتها الرامية إلى تسهيل دخول المواطنين السوريين للالتقاء مع أفراد عائلاتهم المغتربين سهلت وزارة الداخلية إجراءات توثيق عقود القران واختزلت مدة الاستجابة لطلبات تسجيلها الناطق الإعلامي للوزارة طارق المجال أوضح لرؤية أن مئات السوريين استفادوا من تعليمات دخول السوريين النافذة منذ أيلول سبتمبر الماضي وتسمح التعليمات بالدخول بدون موافقة مسبقة للسوريين الذين لم يسبق مغادرتهم طوعا ولحائزي جنسيات دول غربية وتصريح إقامة وعمل تزيد عن ستة أشهر في دول الخليج أما السوريون الذين أعيد توطينهم أو غادروا الأراضي الأردنية طوعا فهم بحاجة إلى موافقة مسبقة عبر طلب تأشيرة من الموقع الإلكتروني التابع للوزارة ويمكن للمواطنين في سوريا دخول الأردن من خلال المكاتب السياحية وبحسب المجال لم تسجل أي مخالفات تتصل بتجاوز مدة الزيارة الممنوحة ممنوحة